للحديث أكثر عن يوم عارفة ينضم معنا هنا في الأستوديو الدكتور عبد الرحمن العسكر وهو عضو الجمعية الفقهية السعودية دكتور عبد الرحمن صبح كل بالخير ويهلا وسهلا أهلا وسهلا حياكم الله حيا الله جميعا وسأل الله عز وجل للجميع القبول الله يحيك اللهم أمين يعني في البداية نتحدث عن فضل هذا اليوم ومنزلته عند الحجاج وغير الحجاج أيضا نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا اليوم هو أفضل يوم في الدنيا ويعتبر الركن الأساسي في أركان الحج فالحج كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة نعم ومعنى ذلك أن أهم عمل يعمله الإنسان في شعيرة الحج هو الوقوف بهذا المكان والتقرب إلى الله عز وجل بالمكتفي إلى غروب الشمس نعم فمن لم يقف في هذا المكان في أي وقت من ليل أو نهار من هذا اليوم فإنه لا يعتبر حجا ولذلك جاء عروة من المنظرس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بمزدلي فقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت مطيتي وأتيت من جبل طي ما تركت جبلا إلا صعدته ولا واديا إلا سلكته فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه فبمجرد وقوف الإنسان بعرفة سواء كان ماشيا أو راكبا أو جالسا أو حتى مرورا فإن ذلك يعتبر هو العمل المهم في الحج هذا ما يتعلق بالحجاج وذلك أن الله عز وجل في هذا اليوم العظيم يباهي بالحجاج ملائكته أن الله لا يدنوا ويباهي بالحجاج ملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وأشهدكم أني قد غفرت لهم الحجاج في هذا اليوم هم من أعظم ما يكون أحوج ما يكونون إلى أن يتفرؤوا للدعاء هذا اليوم هو من أعجب الأيام عند الحجاج أنهم لا يعملوا شيء للدعاء بخلاف يوم التروية وخلاف يوم العيد وخلاف يوم الحادي عشر والثاني عشر هذا اليوم يتفرغ الإنسان يخلو بربه سبحانه وتعالى ولذلك صار هذا اليوم هو أهم يوم عند الحجاج نعم جيد يعني لو تحدثنا أنت ذكرت دكتور أن الأهم هو الدعاء الله يتقبل من الجميع بالنسبة أيضا للحجاج وغير الحجاج في هذا اليوم أيضا فضله ومنزلته بالنسبة لغير الحجاج غير الحجاج الله عز وجل كريم يمن على عباده بالفضل ولا يظلم ربك أحدا لما من الله عز وجل على مجموعة من الخلق بأن يسر لهم الوقوف بهذا الصعيد وأن يباهي الله عز وجل بهم ملاكته عوض غيرهم من من لم يحجوا بأن جعل هذا صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية وسنة القادمة وجعل الدعاء في يوم عرفة من المواضيع التي ينبغي الحرص على الدعاء فيها فكيف إذا وافق اليوم يوم عرفة مثل هذه السنة في يوم الأثنين ويوم الأثنين هو من الأيام التي ترفع فيها الأعمال ونبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم جاء الحثم منه صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة سئل عنه فقال أحتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصوموا وجعل فضيلة الصيام يعني لماذا يؤمر الإنسان في اليوم الفضيل أن يصوم لينشغل بذلك لأن الصوم يجعل المسلم بكافة منشغلا بالعبادة كلما أحس بالجوع أحس بالعطش علم أنه في عبادة فانشغل في هذه العبادة في طاعة الله عز وجل بقراءة القرآن والتسبيح والتعليل والتكبير وبالدعاء يعني الدكتور الآن هذه لقطات حية لانتقال الحجاج إلى مشعر عرفة طبعا تظهر الأنسيابية فيما يتعلق بالانتقال الحمد لله وأيضا بتفويج الحجاج ووصولهم إلى مشعر عرفات أكيد أنه جزيل الشكر لكل العاملين خدمة لضيوف الرحمن وهو فضل عظيم أيضا بكل تأكيدة صلى الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يتقبل من الحجاج دائما سكم يعني ما شاء الله تبرك الله الآن زخات المطار في عرفات دكتور وانت ذكرت أنه فضل هذا اليوم أو فضل الدعاء في هذا اليوم فضل كبير جدا وعلى الحاج أن يستغل هذا اليوم بالدعاء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم إذا بتعلق على اللقطات أيضا دكتور نعم الحج كله عبادة حتى الانتقال بين المشاعر ينبغي للحاج أن يستشعر أنه في عبادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج ينتقلون من ميناء إلى عرفات رأاهم يسرعون قال اربعوا على أنفسكم يعني لا يحطن بعضكم بعضا فالإنسان الحاج هنيئا له أنه هو ينتقل من ميناء إلى عرفات فهو في عبادة ما يصيبه من أذى ما يصيبه من تعب من مشقة هو في عبادة يشغل وقته بطاعة الله عز وجل والتلبية لا ذكرى للحاج في عرفات إلا التلبية وبخاصة في الانتقال بين المشاعر وما يسأل الله عز وجل للحجاج من هذه سهولة الحاج هذا من فضل الله عز وجل أن ننعم عليهم بهذه الخدمات الجليلة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حج أو من يتقبل من القائمين على الحج وإكتب لهم الأجر والثواب على ما يقومون به من الخدمة ذكرت دكتور أنه على الحاج أنه يستغل كل ثانية في أداء نسكة طبعا والتفرغ التهم بكل تأكيد وهذا الشعور العظيم الذي يسأل الله عز وجل لهم القبول دعنا نتكلم من بداية طلوع شمس يوم عرفة حتى انتهاء ماذا على الحاج أن يعمل؟ نعم السنة هنا نبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر يوم عرفة بمشعر ميناء نعم وطلعت الشمس انطلق من ميناء إلى عرفات فلما وصلها وصلها ضحا فمكث فيها خارج عرفة في مكان ما يسمى اليوم بنمر ومكث فيها مرتاحا نعم قبل الظهر لا تعمل شيئا ينبغي لك أن ترتاح لأن العبادة أمامك لأن التعب والنصب سيأتي بعد ذلك فلا ينبغي للحاج أن ينشغل بشيء أول ما يصل إلى عرفة يرتاح ويعني يتناول إفطاره ويرتاح لأن العمل لم يأتي بعده فإذا وصل أذن الظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم خطب بهم خطبة عرفات عند الزوال وبعد أن انتهى من الخطبة حثهم فيها على شعائر الإسلام صلى الظهر والعصر العمل الثاني هو أداء صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الأهم وهي مرحلة الدعاء دعاء عرفة يبدأ عشية عرفة عشية عرفة تقريبا من آخر مما يقارب وقت العصر إلى غروب الشمس هذا الوقت ينبغي أن لا ينشغل الحاج يقضي كل شؤونه ينام يأكل يشرب يرتاح فإذا جاء العصر تفرغ ارتبط بربه سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن ينشغل بشيء لأنه حاج قد تعلق بربه سبحانه وتعالى في مشعل عرفات وأعظم من ذلك حينما يتوفر لديه أسباب الإجابة مثل نزول المطر لا بد للإنسان أن يلهجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يدعو ويرفع يديه في الدعاء حتى انحنت به ناقته فسقط خطامها من شدة حرصة على عدم انقطاع الدعاء لما سقط الخطام أبقى يدا يدعو بها وأخذ باليد الأخرى خطام الناقة مرتبط بربه سبحانه لم ينزل يده إلى غروب الشمس هي فرصة لا تتكرر هي فرصة كل شخص في الكرة الأرضية مسلم يتمنى أن يقف معك في هذا الموقف فهي فرصة لن تتحقق لغيرك فلا بد أن تستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وهذه رسالة للجميع ادعو ما في قلبك بأي طريقة كانت إلى ربك يعني دكتور كيفما يخرج هذا الدعاء يخرج فالله أعلم بالنيات وما في القلوب أيضا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه فجعل ما يخرج من القلب ما يخرج من القلب من الإنسان حتى وإن كان لأنه ليس في الصلاة لو كان في الصلاة قلنا لا لا تدعو بكذا ولا تدعو بكذا لكن أنت ليس بينك وبين الله حاجز ادعو بما تريد يعني الله يتقبل منهم أكيد أن المشاعر والوجدان سيكون حاضر بشكل كبير في هذه العلاقة بكل تأكيد وهذا التفرغ بالدعاء لله عز وجل نتحدث عن جبل عرفات المكان الذي يكون فيه الحجاج ما منزلت هذا المكان بالنسبة للحاج في هذا اليوم جبل عرفات هذا جبل يعني ارتبطت المناسك بعدد من الجبال الجبل الأول الذي يمرون به هو جبل عرفات جبل عرفات اختلفت الأسماء له له اسم عند العرب يسمى جبل إلال نعم على وزن بلال وسمي جبل الرحمة وسمي جبل عرفة جبل الرحمة لأن الرحمة تنزل فيه والله عز وجل يباهي بالحجاج ملائكته وجبل عرفة لأنه في هذه المنطقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى الظهر بنمره اتجه عند الجبل وجلس يدعو إلى غروب الشمس مستقبلاً قبله لكن ليس له فضل ليس له مزية سوى يوم عرفة يعني طيلة السنة هو جبل من الجبال فإذا جاء يوم عرفة فالسنة إن تيسر للإنسان أن يدعو عند الجبل فقد وافق السنة فحجاج هذا العام سيتيسر لهم لأن العدد قليل لكن في حال تكاثر الأعداد في الحج فإنه يصعب للإنسان أن يطبق بعض هذه السنة من العلمة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث مكث جلس في بعض الغار كان موجوداً في الجبل وبعض الباحثين المتأخرين بحثوا عن هذا الغار ما أجدوا إلا أشبه ما يكون بمجالس بين الصخور والعجيب أن أحدهم يقول أن هذه الجلسات التي يعني يجلس فيها الإنسان لا يحس بالحرارة في الصيف لأنها تكون مخالفة للشمس ومن تعود على الجلس بين الجبال يجد أن هناك أماكن رائعة مقصود هذا يعاد من الفوائد أو لطائف مثل هذه المسائل يعني كل الشكر لك لحضورك أيضاً لحديثك الدكتور عبد الرحمن العسكر وأنت عضو الجمعية الفقهية السعودية الله يتقبل منك صالح الأعمال دكتور اللهم أمين و أسأل الله عز وجل يتقبل من الحجاج حجه و أن لا يحرمنا جميعاً و جميع المشاهدين و مشاهدات الأجر و أن يقسم لنا معهم مغفرته و رحمته اللهم أمين شكراً لك دكتور شكراً جزيلاً